قال المبوث الأممي إلى ليبي عبدالله باطلي إنه يأمل في أن يتمكن مجلس نواب الأعلى للدولة بتعاون مع لجنة 6 زائد 6 من ضبط مشاريع القوانين الخاصة بالانتخابات واجعلها قابلة للتنفيذ بإزاحة ما يعتريها من ثغرات خلال الأسبوع المقبلة حتى يتم إصدارها وتحديد موعد إجراء الانتخابات وأوضح باطلي في مؤتمر صحفي على هامش الجلسة العلنية لمجلس الأمن بشأن ليبيا أن البعثة الأممية تهدف لتهيئة الظروف لسلام واستقرار حقيقي في ليبيا بعقد مشاورات مع جميع الأطراف السياسية للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل محذرا من أي ترتيبات مؤقتة مفتوحة تهدد باستقرار البلاد واقتصادها لجنة الستة زائد ستة توصلت إلى بعض مشاريع قوانين الانتخابات بالتأكيد تعد خطوة جيدة إلى الأمام لكن هناك بعض الثغرات وبعض الصعوبات الفنية لتنفيذ هذه القوانين لهذا لا بد من تعديل القوانين وضبطها لجعلها قابلة للتنفيذ اللجنة الوطنية العليا للانتخابات هي الأخرى قدمت بعض الملاحظات حول تلك القوانين لهذا نحن نأمل أن يقوم المجلسان الأعلى للدولة والنواب بالتعاون مع مجموعة ستة زائد ستة بإعادة النظر في تلك الثغرات والصعوبات الفنية لجعلها قابلة للتنفيذ نحن ندعوهم للقيام بذلك في الوقت المناسب للتمكين من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة نأمل أن نتمكن خلال الأسابيع القادمة من التوصل إلى استنتاجات وإصدار قوانين خاصة من مجلس النواب وتحديد موعد للانتخابات مجلس النواب